نظن إذا استخلصت 12 دروس من 2019 إلى اليوم يعني مش غادي تجي فرصة أخرى إنجاح القمة كما تكلمنا ماهوش خيار حتمية لمصلحة الشعوب العربية اليوم إذا كان كاين تكامل حتى الـ 50% قد يفادي دول عربية 50% ما نتكلمش على 100% قدر تكون اكتفاء ذاتي في جميع الميادين خاصة في الميدان الفلاحي يعني الغذائي بصفة عامة والطاقوي نظن المشكلة والمعضلة اليوم الموجودة في العالم هناك الغذاء كنت تكلم عن الغذاء حتى يعني الماء والطاقة كل الظروف متوفرة يعني اليوم مجالس الأعمال اللي تكلم عليها الأخ هدف عندها عمل كبير تقوم به والوقت ما يسمحش أننا نضيعه مرة أخرى نظن استعجالية استعجاليا يكون لقاءات قريبة جدا أنا قريب ونتمنوا إذا كانت نجاح القمة العربية سيتليها إن شاء الله يكون من بعدها لقاء عربي في المجال الاقتصادي ونتمنى أن الجزائر يكون فيها هذا اللقاء ليس لبحث على سبل وفاقط ولكن للدخول في لب الموضوع وهي من جهة بحث على الشراكات واليوم بكل موضوعية الجزائر يعني كل الظروف موجودة في الجزائر حتى لو كان اليوم نتكلم على الدول العربية ولكن الاستثمار في الجزائر اليوم بكل موضوعية الجزائر ستكون قاطبة لاستثمارات والجزائر تختار شراكائها وتتمنى من شراكائها أن يكونوا شراكاء العرب لنستفيد من هذه الفرصة ليكون في المستقبل اقتصاد يستنفع به جميع الدول والشعوب العربية